انت بقى لك ممكن نقول اخر اربع شهور او خمس شهور ابتديت السوشيال ميديا عندك تعليق ابتديت تهتم قوي بحتة ان انت تبني براند لنفسك على السوشيال ميديا اتكلمت في مواضيع كتموك الناس كتير وكتير شكلت ايه وقتها واهتمت بحتة البراند اتكلمني عن اهمية البراندنج لشخص محترف في زمن الحديد اللي فتح مخي الحاجة زي دي حاجتين اول حاجة الانترويوهات اللي جاتلي في امريكا انا كنت رايح عاد بذاكر قبل ما اخش الانترويو اكتشفت ان كل الانترويوهات اللي روحتها قبل ما اشتغل في امريكا محدش فيهم سألني ولا كلمة في الطب سألني انت حياتك عاملة ازاي تلعب ايه رياضة انا شايف في السي في ان انت بتعمل اعلانات ايه كلمني على الاعلانات ده اللي راجت انه في واحدة من البروغرام دايراكتورز اللي هما مديرين المستشفيات قالت لي لا طلعلي نفسك على اليوتيوب قدي ايه مبسطت جدا ان انا بعمل حاجة اسمها اكترا كوريكلر اكتيفتيز يعني اكتيفتيز ونشاطات خارج المجال الدراسي وخارج الطب قدي ايه بقفك وكواسع وتقدر تستوعب كل الحاجات دي وما تقفلش نفسك على حتة واحدة بس تقول لي انا دكتور بس وتفضل تعيش وتموت دكتور ليه فيه افك تانية محتاج تتعلمك الاعلانات مثلا الاعلانات تعلمتني يعني ايه اي كونتكت يعني ايه تعد تتكلم بسكة يعني ايه كاميرا تقدر تتكلم قدامها من غير خجل ولا كسوف يعني ايه تقدر تشو يورسلف ايه اللي انت بتعرف تعمله الفترة الاخيرة طبعا حاولت الاعلانات بتاعتي بس في مجالات الطبية بس عشان يعني بنغير شوية من بيرسونل براينج كما انت تقول مجال الرياضة كلموني في مجال الرياضة فدي اول حاجة ساعدتني انه طب انا دور العالم كلهم ما بيهتموش بالشهادة بس لا ده بيهتموا بالاشياء الاخرى اللي الانسان بيعملها ويتعلم تاني حاجة الكورونا اول لما دخلت علينا في ناس كتيرة قوي عادت في البيت منهم ده كثرة منهم انا اول ثلاثة اسابيع شهر اللي هو طب انا عايز اقعد في البيت اراكب من بعيد اشوف الدنيا راحة فين ده وباق عالمي ما كناش لسه واغدين على الخضة اللي احنا لسه مخدودينها طبعا لغاية دلوقتي بس مش واغدين عليه طب انا عايز اعمل اويرنس عايز اعمل توعية عايز اوصل للناس وانا مش قادر انزل عياتي ومش قادر اروح مستشفتي ليه عشان فيه فترة بلبلة في العالم كله باش في البلد بس اوصل لهم ازاي فكرت انه ممكن من خلال الانستجرام طب انا ممكن اقول معلومات تفيدهم من خلال الانستجرام اه وده اللي حصل من اول فيديو نزلته لقيت كبور رهيب من الناس واسئلة رهيبة من الناس وعدم وعي من الناس كتير وده مقبول في الفترة دي طب انا هرد عليهم ازاي مرة ورد تانية ورد تالتة لقيت انه ده جزء من شغلك مهارة توصيل المعلومة انك تقدر توصل المعلومة اللي قدامك ويتقبلها منك طبعا مش مية في المية اللي هيتقبلوها يعني اي حتة في العالم ممكن الناس تتقبل ممكن الناس ما تتقبلش فالحتتين دول هم اللي خلوني اطب انا لازم اعمل لنفسي حاجة لا هدخل مجال الرياضة لاني نجحت فيه الحمد لله وهو بالطب من مصرز وتشريح وتكوين وفسيولوجية جسم الانسان والكلام ده كله وهدخل مجال الاعلانات لاني بقيت اركز انه اعلانات طبية لمنتجات انا اكون وصك فيها مش مجرد حد ييجي يقول لي لا ده فلوس كتير فلا خلص ما بنعملش الكلام ده وبمجال الطب ليه ما نعملش الانتجريشن للثلاث حاجات مع بعض لان ده حاجات انا بعرف عاملها او اي حد بيعرف يعملها مهارات مهارات زيادة ونوصلها للناس وانا انا بعرف عاملك فيه ناس يقول لك طب دكتور طب بتلعب برياضة اه دكتور وبالعب برياضة انت اصلا السؤال ده سألتوا لي يعني انت كنت قلت لي احنا بس انا عايز لدكتور بتاع حط رياضة او احط بشابه انا شايف ان ان حصل حاجة ناس كتير قبل ان موعد يكلموا على كلمة اول حاجة تروح لزهنه الولاد بيعودوا يرقصوا على كيك توك بيعملوا كده البرسونال براند اكبر من كده بكتير وانا شايف ان انت ممكن تكون احسن مهندس احسن محاسب احسن ديزاينر مش وصل ده اللي قدامك اه احسن ماركتير احسن صانع احسن اي حاجة ولكن مش عارف سواء لنفسك مش عارف تبيع نفسك مش عارف تبني براند مش عارف تتواصل مع الناس مش عارف تكوميونيكاتي الكلام ده كله اكد انك مش موجود وده الحاجة مهمة جدا عشان كده انا معتقد ان في امريكا قعد يسألك على كده لان ايه هو عارف خلص انت فهم تربيعي تخرج معك شهادة ايه وعملت ايه ودرس خلاص هو عفهم ان كلكم كلنا في الدفعة عندنا نفس الحاجة طب اللي بيفرق بقى رامي او فلان او علان او كده عن بقية الدفعة هي الحاجات التي الو بيعملها فانت شايف لو انا مثلا حد جنيد وبقول لك يا مامي انا عاية ابني اعلم نفسي اعمل ايه? اول حاجة انت يبقى عندك العلم الاناف اللي هتقدر تتكلم به انت برضو الواحد ما يطلعش يقول اي كلام ويقول لا يبقى عندك العلم الشهادات انت من كذا وكذا وكذا معك شهادة دي تقدر تتكلم فيها. تاني حاجة تبقى واسك من اللي انت بتقوله يبقى عندك اصدق ان ان انت عندك ثقة من اللي انت بتقوله هتوصل للي قدامك بثقة. I think letting yourself to go with the flow أنك تمشي تسيب نفسك لأي مجال أي باب أي طريق ربنا يفتحه قدامك حتى مش أنت عشان دكتور ولقيت في مجال حاجة طبية لا متقولش لا عشان يا دكتور طب جرب خش تعلمها جرب خش كده يمكن تكون بتعرف تعملها تعملها إلى جانب شغلك لو لقيت نفسك فيها وبتدي فيها بشكل efficient كمل فيها لقيت نفسك أنه دي مش لعبتك مش عايب قوي أنه تقول خالص أنا هرجع مشاوريير هرجع الوراء عشان أقدر أفكر وعيد تفكيري في الحتة دي فالناس اللي بترفض فرص كتير أنا أنا واحد ما برفضش فرصة شغل أو فرصة مساعدة في أي حتة في المستشفى جات لي حتى لو مستشفى صغيرة وفي حتة لا هروح أجرب يمكن أن أمبسط من حاجة charity تتعمل مش لازم تكون فيه العائد مادي فيه عائد satisfaction أنك تعمل حاجة أنت بتحبها وناجح فيها أنك تنقص حياة مريض في حد ذاتها البزنس بتاعنا في حياة مريض فما ينفعش أنك تخسر فيه تخسر فيه ماديا أوكي ما فيش مشاكل إنما تخسر فيه حياة مريض دي بغير مسموح فيها طبعا في البزنس شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة